نظمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة الكرك السبت مهرجان الأقصى السنوي ومعركة الكرامة بعنوان الكرامة بوابة الأقصى في مركز الحسين الثقافي بحضور فعاليات شعبية ونقابية وحزبية من مختلف محافظات المملكة رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس عبدالهادي المجالي قال خلال رعايته للمهرجان أن معركة الكرامة أظهرت معدن جنودنا البواسل والتحام القيادة الهاشمية بالجيش والشعب لتشكل أنموذجا فريدا ندر أن تجد له مثيلا بالمنطقة لافتان إلى أن الكرامة أطاحت بأسطورة الجيش الذي لا يقهر وأعادت الأمل للأمة بالنصر بعد هزيمة حزيران ومهدات الطريقة لحرب تشرين لو لم تحمل أرض الكرامة اسمها قبل المعركة لكان لزاما أن تسمى بهذا الاسم لكن تدابير العزيز الخبير شاءت أن يقترم اسم الأرض بالفعل ليسوغ الجندي الأردني هناك تفاصيل الكرامة وفصولها كرامة الأردن والأردنيين والعرب وجيشنا العربي ومن تفاصيلها أن أظهرت معدن جنودنا البواسل وأنهم صبر في الحرب صدق في اللقاء وأن سلاحهم الأمضى الذي لا يباريه سلاح هو الإيمان بالله والوطن وأن الكرامة لا تعمد إلا بالدم ولا يدانيها مجد ولا يرقى إليها غال أو نفيس ومنها ملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ لشهداء جيشنا العربي قصصا كثيرة لو لم تثبتها لأدخلناها في بند الأساطير ومن جهته أكد المراقب العام لجمعية جماعة الأخوان المسلمين المحام عبد المجيد لذنيبات أن جماعة الأخوان المسلمين بدأت على تعزيز معاني الوفاء والانتماء لهذا البلد العظيم بقيادته وأهله وماضيه وحاضره وأن الوطن بتلاحمه يشكل سدا منيعا أمام سياسات العدو الصهيوني لقد دأب إخوانكم في جماعة الإخوان المسلمين في الكلك خاصة وفي الأردن عامة على تعزيز معاني الوفاء والانتماء لهذا البلد العظيم هذا البلد العظيم بقيادته وأهله وماضيه وحاضره أن هذا الوطن بقوته ومنعته وتلاحمه يشكل سدا منيعا أمام العدو الصهيوني المتغطرس وأن التضحيات التي قدمها الأردنيون في معركة باب الواد واللطرون بقيادة المشير حابس ابن الشيخ رفيفان المجالي وفي معركة الكلامة بقيادة الفريق الركن مشهور حريث الجازي ما هي إلا وقود المعركة الفاصلة التي وعدنا بها بن مصر من الله تعالى حيث قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما يدخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تدفيرا صدق الله العظيم وعبر عدد من المتحدثين في كلماتهم عن اعتزازهم وتقديرهم لتضحيات الجيش العربي الأردني في الكرامة وكافة معارك الأمة في الفلسطين والوطن العربي وتأتي من الامتماء الأصيل للجيش والشعب وتلاحمهم مع القيادة الهاشمية لافتين إلى أن الأردن توأم لفلسطين وما زال الأردنيون يقدمون كل ما هو غال ونفيس ليبقى هذا البلد واحدة أمن وأمان فلسطين تجمعنا والأقصى يجمعنا وهموم الأمة تجمعنا ونعتز ونقدر كل من يعيننا على إحياء قضايانا وبقائها في الذاكرة والكبار فقط يشكرون ويقدرون كل من يقف مع قضايا الأمة والحر تكفيه الإشارة ليس غريبا على أهل الكرك ليس غريبا على هذا الحمى الطيب أن يهب في كل عام لنصرة الأقصى ونصرة قضايا الأمة فهذا الوطن العزيز على صغره وكبر قيمته ومكانته في النفوس في كل جزء منه رفاة شهيد أو مربط خيل لمجاهد مر عليه هذه أرض الأردن جبلها سهلها نجدها غورها صحراوها كلها مجبولة بدماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى خير الشاهدين لقد أحسن القائمون على هذا الحفل أنهم ربطوا بين الكرامة والأقصى وأعتقد أنه في هذه اللحظات يجدر بنا أحيانا أن نذكر أن يذكر بعضنا بعضا في بعض البديهيات التي يحاول أعداؤنا أن يجعلوها في إطار المنسيات ولذلك لا بعث أن نقول أن جذر المشكلة وأصل البلاء هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وهذا الاحتلال احتلال استيطاني مستمر يختلف عن بقية الاحتلالات والاستيطان إذا أراد أن ينجح ويدوم خاصة إذا كان في أرض غريبة وكيان مصطنع لا بد أن ينهج استراتيجية باستراتيجية تقوم على ركيزتين الركيزة الأولى اقتلاع أهل الأرض من أرضهم بالقتل والتشريد وكل أصناف الأذى حتى يغادروا أرضهم ولا يعودوا إليها والركيزة الثانية أن يأتوا بالمستوطنين من كل أسقاع الأرض ليزرعوهم في هذه الأرض وحتى تنجح هذه الاستراتيجية يجب أن تبقى دائمة ومستمرة في الاتجاهين فاستراتيجية استقدام المستوطنين اليهود تقوم على استراتيجية دينية أولا وأمور أخرى أرض الميعاد والأرض المقدسة وجبل الهيكل إلى غير ذلك وفي الوقت نفسه أن يديموا أيضا كل العوامل التي تجعل من أهل الأرض غير قادرين على التشبث بها في هذه الساعة في هذا المكان أشتم عبق الشهادة وأتنسم أريجها الفواح من باب الوفاء للشهداء وتعظيما للشهادة وتخليدا لذكرى معركة الكرامة وتخليدا لما قدمه الشهداء دفاعا عن القدس قامت جماعة الأخوان المسلمين فرع الكرك بالإعداد لهذه الاحتفالية والدعوة لنشارك فيها أجل الله لهم العطاء أجر ما تحملوا في الإعداد لهذا الاحتفال وفي نهاية المهرجان كرم المجال عددا من ذوي الشهداء ترجمة نانسي قنقر